السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة أبناء الطلاب درسي اليوم سيكون حل الاختبار التراكمي أربعة للصف الأول متوسط الفصل الدراسي الثاني فصل النسبة والتناسب اختيار من متعدد اختر الإجابة الصحيحة ترغب سارة في شراء دمال شقيقاتها إذا طلعت على عدد من العروض في مجموعة من المحالة التجارية كما هو مبين في الجدول فأي هذه العروض هو الأفضل المقصود بالأفضل اللي يكون أرخص قيمة القيمة الأقل نبدأ بالعرض الأول ثلاث دمى بأربعين ريال راح نقسم أربعين على ثلاثة أربعين على ثلاثة فيها ثلاثة ثلاثة ضرب ثلاثة تسعة وثلاثين نطرح واحد نضيف صفر فاصلة إلى الأعلى العشرة أيضا فيها ثلاثة طبعا يكفي عدد واحد بعد الفاصلة إذن العرض الأول بيكون بثلاثة ريال وثلاثين هلالا المحل الثاني عندي بخمسين خمسين ريال أربع دمى بيكون اطنعش ونصف نقول لي فيها اطنعش اطنعش في اربعة ثمانية واربعين نطرح اثنين نضيف صفر فاصلة إلى الأعلى العشرين فيها كم أربعة خمسة في أربعة عشرين إذن اطنعش ورص إذن العرض الثاني بيكون أفضل العرض الثالث دمية تام بتساطعش إذن قلت ساطعش قسمة اثنين فيها بيكون تسعة تسعة ضرب اثنين ثمنطعش نطرح واحد نضيف صفر فاصلة العشرة فيها كم أثنين خمسة إذن العرض الثالث بيكون بتسعة ريال ونصف هو الأفضل إلى الآن العرض الرابع دمية الواحدة بحد عشر ريال إذن الأفضل والأرخص هو العرض الثالث جيم إذن الإجابة راح تكون جيم سؤال اثنين يعد مطعم ثلاثين وجبة في خمسة واربعين دقيقة ما عدد الوجبات التي يتم إعدادها في ساعة واحدة بحسب المعدل نفسه إذن نقول لي ثلاثين وجبة في خمسة واربعين دقيقة كم وجبة يعني عدد الوجبات في الأعلى في ساعة الساعة فيها كم دقيقة ستين دقيقة ورح نضرب ستين في ثلاثين وخمسة واربعين في سين بإمكاني الثلاثين والخمسة واربعين نبسطها بالقسم على خمسة عشر القاسم المشترك الأكبر على خمسة عشر فيها كم؟ اثنين خمسة واربعين على خمسة عشر فيها ثلاثة إذن بيكون سين على ستين نضرب ثلاثة في سين ثلاثة سين اثنين ضرب ستين يساوي 120 نقسم الطرفين على 3 إذن نقول له 20 يساوي 120 قسمه 3 40 إذن عدد الوجبات 40 وجبة ننتقل الآن إلى سؤال 3 ما النسبة المئوية المكافئة للكسر 11 على 40 نقول له طبعا 11 على 40 النسبة المئوية نون على 100 ونبدأ بضرب التبادل 40 ضرب نون 40 نون يساوي 11 ضرب 100 1100 نقسم الطرفين على 40 إذن نقول له نون 0 مع 0 110 قسمه 4 طبعا بإمكاني بالقسمة المطولة نقول له 110 قسمه 4 نأخذ الـ 11 فيها كم 4 2 2 ضرب 4 8 11 11 ناقص 8 يساوي 3 ننزل معها الصفر الـ 30 كم 4 فيها 7 7 في 4 28 نطرح 2 2 لا يمكن نضيف الـ 0 فاصلة في الأعلى 20 كم 4 فيها 5 5 في 4 20 إذن بيكون ناتج 27 ونصف فقرة جيم سؤال 4 سلمان أصغر بثلاثة عوام من أخته فاطمة وفاطمة أكبر بخمسة عوام من أختها هند وهند أصغر بسبعة عوام من أخيها فيصل إذا كان عمر هند 20 عاما فكم عمر سلمان طبعا هنا نحل بالاستراتيجية العكسية نمشي بالعكس أولا عمر هند 20 إذن هند 20 نرجع للفقرة اللي بعدها وهند أصغر بسبعة عوام من أخيها فيصل أصغر من فيصل بسبعة عوام يعني هو أكبر منها بيكون بسبعة عوام هي عمرها 20 إذن فيصل راح يكون فيصل راح يكون 27 هو أكبر منها بسبعة عوام وهند أصغر بسبعة عوام وعدنا أيضا وفاطمة أكبر بخمسة عوام من أختها هند يعني بتكون فاطمة أكبر بخمس سنوات يعني خمسة وعشرين سلمان أصغر بثلاثة عوام من أختيه فاطمة ثلاثة عوام إذن 22 يكون إذن قل له سلمان إذا كانت فاطمة 25 وهو أصغر سلمان أصغر بثلاثة عوام من أختيه فاطمة إذن بيكون 22 وعشرين الإجابة هي ننتقل الآن إلى سؤال خمسة صنع مهندس نموذج نموذجا لمبنى باستعمال المقياس واحد سانتي يعادل ثلاثة أمتار إذا كان ارتفاع النموذج اطنعش ونصف سانتي متر فأي مما يأتي يمثل ارتفاع الفعلي راح نقول له واحد سانتي على ثلاثة أمتار ارتفاع النموذج السانتي بيكون في الأعلى طبعا اطنعش ونصف سانتي كم هو الارتفاع الفعلي نقول له سين ضرب واحد ضرب تبادلي سين ضرب واحد واحد سين يساوي ثلاثة ضرب اطنعش ونصف يعطيني سبعة وثلاثين ونصف متر إذن الناتج هو جيم باب خشبي على شكل مستطيل طوله سين قدم وعرضه صاد قدم وفي منتصفه نافذة زجاجية مستطيلة الشكل طولها ثلاثة أقدام وعرضها قدمان أي من أي العبارات التالية تبين المساحة الخشبية من الباب بوحدة القدم المربع طبعا لو افترضنا هذا هو الباب في الوسط هنا في عندي نافذة زجاجية طبعا تساوي ثلاثة قدم وعندي العرض اثنين قدم هذا بيكون سين وهذا صاد نتخيل الآن هذا هو الزجاج هو يبغى الجزء الخشبي الجزء الخشبي هذه المساحة الخشبية المساحة أي مستطيل الطول ضرب العرض عندي الطول ضرب العرض العادي سين ضرب صاد هذا هو مساحة الباب لكن لازم نطرح منها الجزء الزجاجي هذا زجاج النافذة الزجاجية نقصها من وين من الجزء الخشبي فبيكون عندي مساحة زجاجة ثلاثة ضرب اثنين يساوي ستة فنقول له سين ضرب صاد ناقص ستة مساحة النافذة فبيكون الناتج هو إذن ناتج سؤال ستة سين صاد ناقص ستة سين صاد ناقص ستة ننتقل الآن إلى سؤال سبعة تباع خمس زجاجات من العصير سعة كل منها نصف لتر بمبلغ أربعة ريالات إذن خمس زجاجات بأربعة ريالات ما ثمن سبع زجاجات السبع زجاجات لازم السبعة تكون فوق لأن هنا عندي الخمسة تمثل عدد الزجاجات ما ثمن سبع زجاجات من العصير سعة كل منها نصف لتر قرب الناتج لأقرب جزء من 100 إذن هذا نقول عنه سين نضرب 5 ضرب سين 5 سين 4 في 7 28 نروح للقسمة المطولة بالقسمة على 5 في 28 قسمة 5 فيها 5 5 في 5 25 28 ناقص 25 3 نضيف صفر فاصلة في الأعلى 30 كم 5 فيها 6 6 في 5 30 إذن الناتج راح يكون 5 ريالات و60 هل لهنا طبعا إذا أضفنا صفر أو صفرين أو ثلاثة ما في أي مشكلة بعد الفاصلة أو على يمين الفاصلة إذن الناتج هو 5.60 ننتقلان إلى سؤال ثمانية إذا تحركت النقطة با على المستوى الإحداثي بمقدار ثلاث وحدات إلى اليسار هذه نتحرك الآن ثلاث خطوات إلى اليسار واحد اثنين ثلاثة نتوقف هنا الآن ثم بعد ذلك ثم وحدتين إلى أعلى نتحرك إلى الأعلى وصلنا في هذا المكان فما إحداثياتها الجديدة طبعا هنا بيكون هو الإحداث السيني وهنا بيكون الإحداث الصادي الإحداث السيني بيكون سالب واحد هذا قيمته سالب واحد دولة في الأعلى واحد اثنين ثلاثة موجب أربعة إذن بيكون سالب واحد وموجب أربعة فقرة دال لدى أحمد مجموعة من الأقلام منها 12 قلما أزرق اللون وثمانية خضراء وسبعة حمراء وثلاثة سوداء من نسبة المئوية للأقلام الزرق في البداية لازم نجمع نقول له 12 جميع الأقلام زائد ثمانية زائد سبعة زائد ثلاثة المجموع يساوي 30 الأقلام الزرق كم عددها الزرق 12 فبيكون عندي 12 على 30 إما أساوي هذه القيمة بنون على 100 ونجيب النسبة أو إني أبسط 12 على 30 بحيث يكون عندي في المقام أحد قواسم المئة يعني نقدر مثلا نقول له نقسم الـ 12 على 3 والـ 30 على 3 12 قسمه 3 أربعة 30 قسمه 13 العشرة من قواسم المئة أقدر حولها إلى 100 بالضرب في 10 للبسط والمقام يصير عندي 40 على 100 إذن بيكون النسبة هي 40 بالمئة فقرة دال هذا بالنسبة إلى سؤال 9 ننتقل الآن إلى القسم الثانية الإجابة القصيرة أجب عن السؤالين الآتين قضى سعد 75 ساعة في عمله وفي النادي الرياضي أثناء الأسبوع الماضي فكان يذهب للنادي الرياضي من الساعة 6 45 دقيقة إلى 48 دقيقة يعني مدة ساعتين مساء كل يوم من أيام العمل الخمسة يعني كل يوم ساعتين خمسة أيام عشر ساعات أكتب معادلة يمكن استعمالها لإيجاد زمن زاء الذي قضاه سعد في العمل قضى سعد في العمل الزمن زائد العشر ساعات إلى في وين في النادي مجموع ما قضاه في العمل وفي النادي يساوي 75 ساعة هذه هي المعادلة سؤال 11 ما الزمن الذي قضاه سعد في عمله ذلك الأسبوع بيكون كم الزمن زائد عشرة بيكون 65 في العمل وعشر ساعات في النادي إذن بيكون ما قضاه في العمل 65 ساعة لمدة خمسة أيام ننتقل الآن إلى القسم الثالث الإجابة المطولة أجب عن السؤالين الآتين موضحا خطوات الحل اشترى خالد 4 كيلو جرام تفاح بسعر 18.4 ريال احسب معدل الوحدة هنا طبعا راح نقول له معدل الوحدة بقسمة 18.4 على 4 بالقسمة على 4 هنا طبعا بإمكاني أضرب في عشرة علشان أتخلص من الفاصلة بصير عندي 184 على 40 الضرب في عشرة للبسط والمقام فبيكون عندي 184 بقسمة 40 كم 40 في 184 نقول له فيها 4 4 في 4 160 نطرح نطرح نقص 0 4 8 نقص 6 2 بيكون 24 إذن نقول له طبعا الآن 24 قسمة 40 لا يمكن نضع 0 وفي الأعلى يكون عندي فاصلة كم كم 40 في المائتين وأربعين فيها تقريبا فيها بيكون 6 6 في أربعين مائتين وأربعين إذن بيكون عندي معدل الوحدة هو 4 فاصلة 6 على 1 استعمل معدل الوحدة لتحسب 8 7 كيلو إجرام راح نضرب هذه القيمة إذن هذا نقول له الجواب معدل الوحدة 4 فاصلة 6 على 1 لإيجاد بمعدل الوحدة 8 7 كيلو نضرب في 7 كيلو نضرب هذه القيمة 4 فاصلة 6 ضرب 7 7 في 6 42 7 في 4 28 و4 باليد 32 نحجز عدد واحد يكون 32 ثمن 7 كيلو 32 ريال و20 هل لا استعمل استراتيجية الحل أكسيا سحب علي 119 ريال من رصيده ثم أضاف 62 و60 فاصلة 75 ريال إليه فأصبح رصيده 90 ريال و45 هل كم كان رصيده من البداية إذا مشينا بالعكس الطرح نخلي زائد والقسمة يكون ضرب أصبح معه 90 ريال نمشي بالعكس 45 نشوف العبارة ثم أضاف إليه أضاف يعني نطرح بالعكس نقص من 90 62 فاصلة 75 نطرح نقول لي 5 ناقص 5 0 4 ناقص 7 لا يمكن نستلف من 9 يكون عندي 8 هذا 10 10 نستلف منها تصير 9 هنا يكون 14 ناقص 7 7 9 ناقص 2 7 8 ناقص 6 يساوي 2 أصبح 27 ريال و70 هنا السحبة سحبة يعني نقص هنا نضيف الآن إلى سحبة نضيف إلى هذا الرقم إلى 27 فاصلة 70 نضيف لها 119 فاصلة 00 ننزل 70 9 زائد 7 يساوي 16 1 زائد 1 زائد 2 4 وننزل الواحد إذن كان معه 146 40 فاصلة 70 هلل ريال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته